ما يعرفه العالم سطوا قد لا يكون كذلك كتلك الصورة التي من الممكن أن تحدث في لبنان السلاح كذلك ليس حقيقة والفاعلة ليست مجرمة سالي حافظ جميلة من جميلات بيروت تجرعت الفقر وعرفت قدر نفسها معلقة أنا لست عيوب حصلت سالي على وديعتها المالية بأسلوب التهديد المفبرك بعد أن صفعت إدارة البنك رسالتها العاجلة لعلاج أختها بإجابة وصفتها وكأنها محاولة سرقة وديعتها تماما كما غرّد لبنانيون أنهم سرقوا ونهبوا فضاعت كهربائهم وبنزينهم وتبددت أحلامهم بحيث البلد ما بعض يمشوا الحالة لهيك نحن هؤلاء البطار ما يجيبينهم بالسرعة نحن تعبينين وشيينين فيهم تدفع المصاري من فل ما تدفع المصاري مؤلاء حالة نحن وإياه سالي التي أرادت أن تعالج أختها المصابة بورم في الدماغ فعلت ما تريد لكن وقع الحديثة حرك الألاف للتهديد باتخاذ ذات العملية للحصول على أموالهم المودعة في البنوك خوف انتشر إلى موديعين من خارج لبنان كعراقيين لهم ملايين وغيرهم الكثير أما ردود الفعل التي ذهب بها لبنان أن الألم الذي يفجر غضب سالي ومثلها كثير ما خلفته أنظمة المحاصصة وهيمنة ميليشيات على أحلام شعب لا يريد أن يعيش في لبنان حراً كريماً لا يموت من الجوع أو لا يفارق الحياة من المرض